بالمناسبة كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي قال ان نجاح الفريق في تسجيل ثلاثة اهداف خلال خمس دقايق التفصيلة دي لوحدها منحة الفريق الافضلية وقال انت بتلعب على بطول الدوري ومهما كانت الظروف ومهما كانت ضغوطات المباريات ومهما كانت توقيتاتها فانت بتشارك وبتلعب وبتبحث فقط عن شيء واحد قال وهو الفوز تعالوا نشوف مع حضراتكم جزء من لقاء كابتن سيد عبد الحفيز بعد المتش ونرجع نكمل نتفضل الحمد لله طبعا يعني مكسب في مرحلة مهمة جدا من المسابقة والبطولة يعني الحمد لله طبعا يمكن ثلاثة هداف حوالي ست دقايق كده دك ارتاح شديدة في الشوت التاني انت خارج من مباراة من 48 ساعة فوضع طبيعي جدا هيبقى فيه اكيد ممكن يبقى فيه حالة تعافي الشوت التاني لكن الحمد لله رب العمين يعني مكسب مهم جدا كابتن سيد النهاردة مكاسم متعددة استمرار حزينة الشحات في حاسة التهديف استمرار محمد شريف ايضا نهاردة ايمان اشرف بيعود للتشكيل بنشوف اكرم في استمراره في مركز الزهير ايمان مكاسم متعددة نهاردة بجانب ملعب دايق وملعب نجلت وتقيلة لكن مكاسم متعددة طبعا الملعب كويس بالتأكيد يعني مع السادة سكندرية لكن في النهاية انت هتلعب تحت اي الظروف انت هتلعب على البطول الدوري هتلعب على مسابقة يعني لسه شوية فيها انت بتكلم احنا فضلنا حوالي 13 مباراة وده كتير جدا في المسابقة لكن في النهاية ايا كانت الظروف بقى وايا كانت المباريات وايا كانت توقيتها لازم تلعبها بشكل كبير جدا انت عندك افضلية مهمة جدا ان انت تفضل محافظ عليها ذكرت نقطة مهمة جدا مهمة عندك مباريات في توقيتها لكن انه عرضه قرار من الاتحاد المصري بتأجيل مبارات الزمالك وغزل المحلة بدون ابداء الاسباب تعقيبك ورأيك في هذا القرار يعني طبعا دي حاجة ما تخصنيش يعني في الاول والاخر ده قرار اتحاد الكورة يعني مش احنا اللي هنطلع بقى نتكلم في التلفزيونات والماطش بتتأجل ليه والماطش ده بتاعت ليه والماطش ده محطوط وتغير ليه دي حاجة تبع اتحاد الكورة ولجنة المسابقات مش عايز اعقب عليها لكن اعتقد يعني انها من احسن القرارات بالنسبة لنا اللي هتفيدنا احنا يعني احنا محتاجين ان احنا نقرب شوية في مسافات المباريات محتاجين ما نبعدش في عدد المباريات عن فرق لان في ناس بتبص على الجدول فالفرق النقاط بيبقى بيديلك ارتياحية شوية فميبقاش فيه ضغط فلما هتبقى في عدد المباريات هتقل شوية النقاط هتبقى كويسة او هتبقى متساوية او لنا افضلية بنقطتين اعتقد ده يعمل ضغط اعتقد ان القرار ده في مصلحة نحن يعني كابتن سيد النهاردة طبعا اكيد نهايه الافريقي والاهلي بيقرب من نهايه الافريقي ليش عايد كل يوم كل ما تطلع اشاعة الهدف يعني بس لروح الهزة شوية في العيب تنازلها لكن انا عارف دورك ودورك كابتن سامي والثقة اللي بتدول اللعبية يعني خلينا نقول بس يعني اللقاء في معادو احنا عندنا شوية تعليمات او شوية بنود جات لنا من الاتحاد الافريقي اول مباريح يعني المباراة تسعين ديئة لو استمر التعادل بتاعها هيبقى فيه شوط تالت ورابع التغييرات ازاي التحضيرات عاملة ازاي المرأبين مين الحكم مين يعني لكن هرجع اقول برضو احنا عندنا مباراة في الدوري محتاجين ان احنا نركز فيها عندنا مباراة المولين يوم تمانية يوم الخميس اللي جايه وبعدين عندنا مباراة المقصة يوم حداشر وبعدين هاستعد ان شاء رحمة الكايزر بيزة كان مهم جدا السقة الدياء العالي معلوني نهارده في تزديد ضربة الجزاء وايضا تبديل محمد الشناوي المزيد من اتمنى على محمد الشناوي بالتأكيد زي ما رأيت يعني كلنا كل اللعيبة محتاجينها كل اللعيبة هيبقى ليهم دور كل اللعيبة هتبقى فيه وقت هيبقى ده توقيتهم كل اللعيبة لازم تكون عند الاستعداد والتوقيت المظبوط يعني كل المباراة صعبة وكل المباراة في نفس الوقت سهلة لو تسهلت أحداثها هتبقى سهلة زي مباراة النهاردة يعني حتى لقاءنا والله مع بيريونز انا شوف انه من احسن اللقاءة اللي ادناها من احسن المباراة اللي خضناها بشكل قوي جدا يعني لكن ما كانش فيه نصيب يعني الحمدالله على كل شيء يعني معظم المباراة اللي فقط فها نقاطة كابتن سيد كان الاهلي هو الافضل كانه هو الهو الاهسن يعني مباراة سمحة في الدور الاول مباراة بPERAMETS معظم ازين المباراة الاهلي كانه هو الاحسن راح راح أنا بتكلم في اللي جاي اللي جاي إنت عندك 13 مباراة ومحتاجين إينا نقرب زي ما قلت شوية في عدد المباريات محتاجين إينا نخض 3-4 مباريات ده فصلة إحنا على فاكرة إن إحنا نلعب 3-4 مباريات 5 مباريات فعدد المباريات هيقل المنافس بتاعك النهاردة إنت الفرق في المباريات حوالي 6 مباريات فلما تلعب 5-6 مباريات هتبقى إنت عندك أفضلية في النقاط إن شاء رحمان بإذن الله أو يعني عدد المباراة ألفة فلما هتبص في الجدول هتلاقي الترتيب مختلف والترتيب بقى والنقاط بقت مختلفة فده هيعمل ضغط لكن فيه دلوقتي فيه ارتاحية عشان كلا بقول لنا يعني من القرار النهاردة رغم أننا طبعا يعني الحتة التنظيمية مهمة والحتة لجنة المسابة المهمة لكن مش عايز أعقب عليها لكن أعتقد أنه في صلاحنا مش ضدنا يعني أخيرا تقولي الجمهير النادي الأهلي اللي كانت موجودة النهاردة بكسافة في رسالة دعم للابت النادي الأهلي وكلهم النهاردة أمام مقر إقامة فريق النادي الأهلي وتقولي لكل جمهير النادي الأهلي نسي قليل أنا عايز أقول مش جديد يعني أن?]да معتاد على جمهير النادي الأهلي إحنا في الصطر الأخير من كل البطولات المحلية وكل البطولات أفريقية اللي إخدناها السنة دي يعني مهم جدا أنحنا ننهيها بشكل كويس إن شاء الرحمن عندنا سلسلة مباريات سواء كان محلية وتخلالها مبارات النهائية إن شاء الرحمن نكتب أحداث وبإذن الله سعيدة بالنسبة لنا إن شاء الرحمن